قلت سيدة الوزراء سيدات وسادة النواب طبقاً لألفص المائة من الدستور وعملاً بمقتضيات النظام الداخلي لمجلسنا الموقر نخصص هذه الجلسة للأسئلة الشفهية المتعلقة بمراقبة العمل الحكومي ويتضمن جدول الأعمال هذه الجلسة 27 سؤالاً شفهياً موزعة على قطاعات مختلفة السيدات وسادة الوزراء المحترمون السيدات وسادة النواب المحترمون تنعقد هذه الجلسة في أعقاب الزيارة الملكية الرسمية المتميزة والموفقة إلى تونس الشقيقة وهي مناسبة نستحضر من خلالها باعتزاز كبير نتائج هذه الزيارة وأهدافها والأجواء الأخوية المتينة التي عرفتها مختلف مراحلها والتي جاءت لتعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين وتطابق وجهات النظر حول الأهداف المشتركة وبهذه المناسبة نجدد كممثلات وممثلين للأمة انخراطنا القوي في كل المبادرات الملكية الهادفة إلى بناء اتحاد مغاربي يحقق طموح الشعوب المغاربية والآن أطلب بنا سيدة أمينة المجلس تلاوة المراسلات الواردة على الرئاسة فلتتفضل مشكورة شكراً بسم الله الرحمن الرحيم توصل مجلس النواب بمقترحي قانون تقدم بهما السيدات والسادة النواب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ويتعلق الأمر بي مقترح قانون يتعلق بمجلس الجالية في الخارج مقترح قانون يتعلق بالعفو العام عن الأشخاص المحكوم عليهم والمتابعين في جرائم زراعة الكيف كما توصل المجلس كذلك بقرار المجلس الدستوري رقم 937-14 بشأن إحالة القانون رقم 115-13 من قبل 41 عضواً بمجلس المستشارين والقاضي برفض الطلب كما توصلت الرئاسة بمراسلة من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بشأن تقديم السؤال للسيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني تقديم السؤال الشفاء الوحيد المدرج في جدول أعمال هذه الجلسة في بداية الجلسة كما توصلت الرئاسة بطلب من وزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بشأن طلب السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بإدراج الأسئلة الشفاهية الموجهة إليها والمدرجة في جدول أعمال جلسة يوم تلتاء في آخر الجلسة كما توصلت الرئاسة بمراسلة من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في شأن التحدث في موضوع عام وطارئ في إطار مقتضيات المادة 14 من النظام الداخلي لمجلس النواب توصلت الحكومة بتذكير بسبع طلبات لتناول الكلمة في موضوع عام استلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به تم التوصل بها في جلسات سابقة وخمس طلبات تم التوصل بها يوم الاثنين تاني يونيو 2014 على الساعة الواحدة وخمسة وثلاثين دقيقة وبما أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على أنه تبرمج المواضيع الواردة في هذه الطلبات باتفاق مع الحكومة فإنه يشرفني أن أخبركم أن الحكومة مستعدة للتفاعل الإيجابي معه طلب فريق الأصالة والمعاصرة حول انتهاك المساطر القانونية والإدارية المتعلقة بانتقال الأساتذة من كلية إلى كلية أخرى طلب فريق العدالة والتنمية حول التدخين في الأماكن العمومية طلب الفريق الاشتراكي والمتعلق بتزايد حالات التعديب بمخافر الشرطة طلب الفريق الحركي والمتعلق بمعاناة المواطنين مع قلة مراكز الفحص التقني للسيارات بسبب الشروط الصعبة لفتح هذه المراكز لا سيما بالمناطق النائية والمناطق الحضرية الصغيرة والمناطق القروية بالإضافة للمشاكل المرتبطة بتحديد رخص السياقة كما توصلت رئاسة المجلس بمجموعة من الأسئلة الكتابية والشفوية 29 سؤالا شفويا و1207 سؤالا كتابيا و52 جوابا عن أسئلة كتابية أما الأسئلة الكتابية المتبقات دون جواب فبلغ عددها 3403 سؤالا وشكرا سيدة الرئيسة شكرا حضرت سيدات وسادة نشرع الآن في بسط الأسئلة الشفاهية المدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع نقطة نظام شكرا سيدة الرئيسة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين شهدت هذه القاعة منذ أسبوعين أحد سلوك أقل ما يمكن أن نصفه به وسلوك غير حضاري من طرف عضو من الحكومة وسمعنا كلامنا بساقط في هذه القبة الموقارة التي يمس النواب ومثلها جميعا كممتل الأمة اليوم نريد أن نعرف الرئاسة المجلس ومكتب المجلس في مين وصلت هذه القضية وماذا تدار فيها هذا السيد ومستمع إليه ومستدعاءه لأن اليوم لا ينشع اعتدار ما ينشرد الاعتبار لهذه المؤسسة فين غادين في هذا الشيء أشنو هو الإجراءات لتخذها مكتب المجلس وليتخذتها الرئاسة في هذا الإطار مع العلم أنكم رئاسة وعدت النواب بأنه غاد يتبع هذه القضية عن كتب ورفعتها لرئيس الحكومة اليوم بغينا نعرفه فين وصلت هذه القضية لأنه لا يمكنش نسكتوه على السلوك بحد لهذه السلوك اللي عشناه منذ أسبوعين في هذه القبة لأنه السلوك لا يشرفون لك نواب ولك شعب ولك مغرب شكرا شكرا تفضل السيدة الرئيسة السيدة الرئيسة الأسئلة الشفاوية والكتابية هي آلية من آليات المراقبة اللي اعطاها دستور للمؤسسات الشريعية والدستور والنظام الداخلي حدد أجرا قانونية للإجابة على هذه الأسئلة وهو أعتقد 20 يوم للأسف الحكومة لا تحترم هذه الأجال وتعمد إلى خرق القانون في هذا الموضوع فنتسأل لماذا تسعى الحكومة إلى خرق هذا المقتضى وإلى تعطيل آلية من آليات المراقبة نحن في فريق الأصلة والمعاصرة عنا الآن 80 سؤال كتابي تجاوز المدة القانونية وله علاقة مباشرة بالمواطنين يعني عندهم العكاسات يعني الأسئلة أو الإجابة عن هذه الأسئلة عندها العكاسات على المواطنين ومع ذلك لم تفرج الحكومة على هذه الأسئلة فنتسأل إذا كان الوزراء يتغيبون عن الأسئلة الشفاوية والحكومة ترفض الإجابة عن الأسئلة الكتابية فماذا يبقى لنا للقيام بهذه العملية التي تت... انتهى الوقت انتهى الوقت سيدات وسادة العاف فدر سيد الرئيس سيد الرئيسة نحن نقطة نظام لأننا تتعلق بأننا نلاحظ أن الأسئلة الآنية التي لها علاقة بالحق في الحياة الأسئلة الآنية التي تتعلق بالتهديب وإزهاق الأرواح في مخافر شرطة لا تجد تجاوبا من طرف الحكومة في حين أن الأسئلة الآنية أحيانا التي تتجاوب معها الحكومة تتخلينا نطرح سؤال حول آنيتها من عدمها إذا لم تكن الآنية في أن مواطن من أجل بطاقة الهوية تزهق الروح إذا لم تكن الآنية في التجاوزات التي تدرها اليوم الشرطة مع المواطنين الرجل مع مرتوء ويسأل حول علاقته بها انتهى الوقت شكرا بخصوص القضايا التي أتيرت بخصوص نقطة نظام الأولى فعلاً الرئيس يتابع الأمر عن كثب وباهتمام وبمجرد ما يستجد جديد في الموضوع سيتم إبلاغ الرئيسة والرؤساء الفراخ بهذا الجديد بالنسبة للأجال الأسئلة والأسئلة الآنية سأرفع الأمر إلى مكتب المجلس وشكراً إذن نبدأ جلسة الأسئلة